السلام عليكم ورحمة الله اليوم لدينا مراجعة لأصغر جهاز من سن اوف يدعم المتر سن اوف ميني ار فور ام الجهاز يعمل على الواي فاي ويدعم المتر قدر التحمل للجهاز 10 امبير مع محافظته على الحجم الصغير ولو قارنناه بالحجم مع الزقبي ميني ال او الزقبي ميني اكستريم رح نلاحظ انه يعتبر أصغر منها من ناحية السماكة متقارب منها من ناحية الطول والعرض طريقة التركيب ما تغيرت مقاربة للأجهزة اللي راجعناها في السابق سلك حامي وبارد لتشغيل الجهاز الاضاءة بوصلها خط بارد بشكل مباشر والخط الثاني على ال ال اوت في حال حبينا نضيف مفتاح عادي او زنبرك رح يكون اطراف المفتاح سلك على ال اس ون وسلك على ال اس تو وهيك التركيب انتهى المميز في هذا الجهاز انه يمكن اضافته على تطبيق ايوي لينك بدون وجود اي هب يدعم المتر ورح نضيفه على التطبيق كالمعتاد زيه زي اي جهاز عندنا من سن اوف ولإضافة هذا الجهاز على الاجهزة التي تدعم المتر رح ندخل على الاعدادات ورح نفعل خيار Enable Pairing Mode مباشر رح يعطينا الجهاز QR Code بامكانه نعمله كوبي وناخده على النظام اللي احنا رح نضيف عليه ال Sun of Mini R4 رح اجرب اضافته الان على Smart Things رح نروح على تطبيق Smart Things ورح نضغط على Add Device وبعدها رح نختار Add Matter Device ورح نحط الكود اللي اخدنا من خلال تطبيق الايوي لينك طبعا بامكاني اضيفه على Smart Things مباشرة بدون ما ادخله على الايوي لينك اب لكن في اعدادات بنخسرها بهاي الحالة رح ارجيكم اياه خلال الفيديو وهيك الجهاز صار جاهز على Smart Things بامكاننا نشغله ونطفيه من خلال التطبيق او نضيفه على الروتين على تطبيق Smart Things Local بدون انترنت لكن لا يمكن تعديل اي اعدادات لهذا الجهاز من خلال تطبيق Smart Things وهذا حال كل اجهزة المتر لكن لو رجعنا الى تطبيق الايوي لينك كمان رح يكون بامكاننا نتحكم بالجهاز من خلال تطبيق ايوي لينك ويمكاننا نعدل على اعدادات المفتاح او السويتش الموجود على الجهاز والوضع الطبيعي اعدادات المفتاح بتكون Edge Mode يعني بعكس حالته حسب التطبيق يعني مثلا شغلنا الجهاز من التطبيق المفتاح بعكس حالته يعني بيصير بهاي الحالة مثلا المفتاح للأسفل Off والعكس صحيح طبعا بامكاننا نغير الاعداد هذا الى Following Mode وبهاي الحالة المفتاح بيصير له اتجاه ما بتأثر المفتاح باي حركة بنعملها على التطبيق ودائما بيكون اتجاهه للأعلى Off وللأسفل On دائما لازم يطلع المفتاح للأعلى ويرجع ينزل عشان يشتغل الجهاز ونفس الشي لما نطفي الجهاز دائما لازم يتجه للأعلى عشان يطفي الجهاز وفيه ميزة اضافية اضافتها اضافتها SunOff على هذا الجهاز تحديدا واللي هي انه صار بامكاننا نعمل ديتاتش لهذا المفتاح يعني نفصل المفتاح عن الرلي وهاي ميزة مفيدة جدا مع الاطفال انه بامكاننا نمنع الاطفال من تحكم بالاضاءة والجهاز المربوط على SunOff وفي هاي الحالة المفتاح لن يعمل ورح يكون التشغيل فقط من التطبيق او بامكاننا الاستفادة من هاي الميزة بطريقة اخرى مثلا بامكاننا ندخل السويتش في اتمته مع اي جهاز موجود عندنا على تطبيق الايوي لينك ورح يظهر عندنا خيار في المشهد انه نختار في حال تم الضغط على هذا المفتاح والسويتش نفذ اتمته معينة مثلا انا رح اختار انه يتحكم في نفس الميني اير فور فقط في تشغيلها بهاي الحالة بمنع ايقاف تشغيلها والان لو جربنا المفتاح رح نستطيع انه نشغل الجهاز لكن لن نستطيع ايقاف تشغيله واخر خيار موجود عندنا في السويتش مود واللي هو البلس مود وهذا مناسب للمفتاح من نوع زومبرك المومنتري نفس الموجود امامنا ومن الاعدادات ايضا اللي بنستطيع ان نتحكم فيها من خلال تطبيق الايوي لينك اب خيار الباور اون ستيت واللي من خلاله بنستطيع تحديد الحالة اللي يرجع لالها الجهاز عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع الكهرباء هاي الاعدادات اللي ذكرناها لا يمكن التحكم فيها من خلال الاجهزة التي تدعم المطر ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة